في الوقت الذي سجلت فيه أفغانستان اعتراضها الرسمية على افتتاح حركة طالبان مكتبا لها في العاصمة الدوحة بسبب رفع علم الحركة على المكتب إضافة إلى تسمية المكتب باسم إمارة أفغانستان إسلامية أشادت الجارة باكستان بفتح طالبان أفغانستان مكتبها التمثلي في قطر بهدف إيجاد حل للنزاع في أفغانستان وكذلك أشادت بإعلان الولايات المتحدة إجراء محادثات مع طالبان اعتبارا من هذا الأسبوع غدا تحتضان قطر للمكتب السياسي لحركة طالبان أعلنت الحكومة الأفغانية أنها لن تشارك في أي محادثات سلام مع طالبان بسبب غياب الحكومة الأفغانية عن المصالحة الرفض الأفغاني جاء في بيان صدر عن مكتب الرئيس حميد كارزايا فقد قال إن المجلس الأعلى للسلام هو المكلف بإجراء محادثات المصالحة في البلاد مشيرا إلى أن ما يجري في قطر مخالف للقانون الأفغاني بسبب عدم تولي الأفغانيون أنفسهم عملية التفاوض يأتي هذا في وقت ارتفع فيه منسوب الغضب الأفغانية خصوصا بعد ترحيب الرئيس الأمريكي بارك أوباما خلال زيارته إلى ألمانيا بافتتاح مكتب طالبان في الدوحة إضافة إلى إرسال واشنطن وفدا أمريكيا يضم مسؤولين من وزارة الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض للقاء قادة طالبان في غدون ذلك أكد مجلس الأمن القومي في أفغانستان أن كارزايا علق الجولة الرابعة من المحادثات مع واشنطن بشأن الاتفاقية الأمنية بين البلدين فيما شدد المجلس على رفض الرئيس الأفغانية رفع راية طالبان فوق المكتب في الدوحة بالإضافة إلى التسمية التي أطلقت عليها وهي المكتب السياسي لإمارة أفغانستان الإسلامية في موازاة ذلك أعلن وزير المالية في حكومة طالبان السابقة أن الحركة مستعدة للجلوس وراء طاولة المفاوضات مع الحكومة الأفغانية مؤكدا أن الطالبان لا تسعى لاستعادة إمارة أفغانستان الإسلامية معتبرا أن الشعب الأفغاني هو من يقارر نظام الحكم في البلاد